أول حاجة إيه للسن المناسب لاستخدام التطبيق أول لما جيت أعمل الكتاب دوت أنا كان في بالي من سن 9 إلى 12 بعد لما عملت التطبيق لقيت أنا ليذا نقاها من 9 إلى 12 ما هو فيه معلومات من المحطوطة في التطبيق دوت مناسبة جداً من سن 6 إلى 9 وموجودة في كورس المنتصوري من سن 6 إلى 9 فبالتالي أنا وسعت البراكت بتاعنا من سن 6 لسن 12 طيب لو عندنا حد أكبر من 12 سنة هل مش مناسب له؟ لا بالعكس ده مناسب جداً لأن يعني أنتم مش أغراب وناس كتيرة منكم معايا في الكورسات وعارفيني أنا فيه معلومات كتيرة جداً جداً من الحاجات اللي هتشوفوها في الكتاب دوت أنا معرفتهاش غير وأنا بدرس المنتصوري أنا لا شفتها في المدرسة ولا شفتها في الجامعة ولا سألت حتى عليها فأنا من رأيي أن ده دخلة كويسة للتربية الجنسية في أي مرحلة عمرية يعني لو ولد أو بنت عندهم 13 سنة 14 سنة أنا شايفة أن دي دخلة لطيفة جداً وخاصة لو فيه عنصر الخجل أو الخوف من أن أنتم تخشوا على طول على جسم الإنسان والبلوغ والتغيرات والهرمونات يعني الكلام ده موجود في كورس التربية الجنسية وأنا وأنا قاعدة بفكر كده أنا غالباً هعمله برضو كتاب تفاعلي مع كتب آثر بس يعني أنا لسه فيه عندي في اللستة حاجات تانية وهحتاج أفكر فيه في إزاي أخرجه بصورة تفاعلية من غير ما ناخدش حياة حد من غير ما ندايق حد من غير ما يبقى ضيف تقيل على الأسرة لأن يعني لازم وأنا بعمل منتج للعمة للناس كلها لازم أراعي أن مش كل الناس زي بعضها ومش كل الظروف زي بعضها ومش كل الأطفال زي بعضها فالموضوع هيحتاج مني مخمخة بس هيتعامل ما تقلقوش طيب لو الطفل عنده ست سنوات والكلام كبير عليه مش عارف يقرأ ودي حاجة طبيعية لأن الكتاب ما هواش متشكل وفيه معلومات كبيرة صحيح أنا حطة صور وسحيح أنا حطة ألعاب بس ده لا يمنع أن الأم أو الأب أو الاثنين يبقوا معاه وإيدهم بإيده كده وهم إيه بيتصفحوا الكتاب وده أنا هشرحه وأنا بعرض الكتاب للأهل إزاي يساعدوا الأطفال طيب لو الطفل بدأ في الكتاب وزهق نعمل إيه ولا أي حاجة ده أبليكيشن وإنتوا دفعتوا التسجيل بتاعه وهو معاكم فوريفر يعني الاشتراك اللي أنا عاملاه ده أنا عاملاه اشتراك رمزي علشان يغطي مصاريفي أنا اللي صرفته وأنا بعمل الكتاب واللي ها في الكتب اللي جاية لكن هو مبلغ رمزي بس التطبيق معاكم ومفتوح إن شاء الله نرجع له عشر مرات في اليوم نرجع له كل يوم هنلعب شوية النهاردة بدأ وبعدين نرجع له بكرة فبفيش داعي إن إحنا نضغط على الولاد ولازم نخلصوا حالاً ولازم يعني بلاش العيال هتتقفل من التربية الجنسية وهيتقفلوا منكو إنكو تقول لهم حاجة إحنا عايزين نقرب الولاد منكو عايزين هم يصدقوا فيكو عايزين يبقى إنتو مصدر المعلومات اللي بيلجأوا له فلو تعصبتوا عليهم في التطبيق أو لو خنقتوا عليهم أو لو حصل أي نوع من أنواع السخفات العيال هتتقفل منكو ومن التربية الجنسية ومن التطبيق ومن إن هما يرجعوا لكم بالأسئلة